السلام عليكم صباح الخير لكم جميعا ونهار سعيد نبدأ واصدقائي جولتنا الإخبارية بمقالة نشرتها جريدة تاقس شو وهي تابعة للقناة الأولى الرسمية الألمانية التي حللت موضوع تحليل سياسي دقيق لموضوع هل يمكن التفاوض مع حكومة بشار الأسد في سوريا وقالت المقالة سوف أختصرها لكم كي لا يطول الفيديو قالت المقالة بأنه تتصاعد الدعوات من مختلف الأحزاب السياسية في ألمانيا لاستئناف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين الذين يرتكبون جرائم خطيرة وإعادتهم إلى سوريا وقالوا بأن هذه الدعوات بها لها تحديات قانونية كبيرة على الصعيدين الوطني في ألمانيا والصعيد الدولي حيث يستند القانون الألماني إلى اتفاقية جونيف التي تمنع ترحيل أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للخطر حتى لو كان مرتكبا للجريمة وقالت المقالة يعتبر الوضع في سوريا غير آمن على الإطلاق وفقا لتقييم وزارة الخارجية الألمانية مما يجعل الترحيل حتى لمرتكبي الجرائم غير ممكن حاليا لسوريا وقالت أيضا المقالة هناك جدل حول من يمكن التفاوض معه أيضا في سوريا والسياسيين الألمان يقولون لو رغبنا الآن بالبدء بعمليات ترحيل مرتكبي الجرائم إلى سوريا مع من نتحاور هل يتم التحاور مع حكومة بشار الأسد التي تسيطر على معظم البلاد لكن لو تحاورت ألمانيا كما قالوا بالصحافة الألمانية مع حكومة بشار الأسد فهذا الأمر سوف يؤدي إلى اعتراف دولي بشرعية بشار الأسد وحكومته إذا كان هناك التفاوض معه وقالوا من ناحية أخرى تطالب بعض الدول الأوروبية بمراجعة الوضع الأمني في سوريا والبدء في ترحيل اللاجئين إليها لكن ألمانيا حتى الآن تلتزم بموقف حدر بسبب التعقيدات القانونية والسياسية ويرى بعض المحللين بأن حكومة بشار الأسد لو ألمانيا حاولت التحاور معها سوف تطلب بتنازلات كبيرة مقابل التعاون في هذا الشأن مثل تخفيض العقوبات الدولية المفروضة عليه وأيضا تكلمت الصحافة الألمانية وقالت بأن آخر لقاء كان بين مستشار ألمانيا وبين رئيس حزب تسيدي أو فخيد غيش مياتس فخيد غيش مياتس طالب من مستشار ألمانيا اعتماد النموذج الدنماركي ما هو النموذج الدنماركي؟ النموذج الدنماركي هو أن الدنمارك تقول بأن هناك مناطق في سوريا مناطق آمنة لكن رغم اعتراف الدنمارك بأن هناك مناطق آمنة في سوريا إلا أن الدنمارك أيضا كما قالت الصحافة الألمانية لم ترحل أي سوري إلى تلك المناطق لأن الدنمارك تعتمد على القوانين واللوائح الأوروبية التي تمنع الترحيل إلى دولة تعتبرها أوروبا غير آمنة هذه أصدقائي هي خلاصة هذه المقالة التي نشرتها جريدة طاقس شاو والتي تظهر بأن ألمانيا غير مستعدة حاليا ولا ترغب حاليا بالتعاون أو الاعتراف بحكومة بشار الأسد أصدقائي ننتقل الآن إلى الموضوع الأكثر يعني من تتكلم عنه جميع الصحف الألمانية بشكل كبير وهو النتائج الكارتية للأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة الألمانية نتائج كارتية لحزب أسبدل اشتراكي كارتية لحزب الخضر وكارتية لحزب أفدب الليبرالي في انتخابات ولايتين بشرق ألمانيا ولاية تورينغن وولاية زاكسن والانتصار الكبير والساحق لحزب البديل أفدب لأول مرة في تاريخ ألمانيا يسيطر حزب يميني متشدد على برلمانات الولايات ويحصل على أكثر من 30% هذا الأمر لم تعرفه ألمانيا منذ تأسيسها في عام 1949 أو حتى منذ الوحدة الألمانية لم يستطع حزب يميني متشدد أن يسيطر على البرلمانات في الولايات الشرقية لألمانيا بهذا الشكل النموء الرهيب لحزب أفدب حزب البديل شرق ألمانيا يعزيه البعض لفشل الحكومة الألمانية وعدم قدرة الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة لحل المشاكل وعندما يسألون سكان شرق ألمانيا عن سبب تصويتهم لحزب البديل أفدي قالوا بسبب كترة دخول الهجرة الغير شرعية وكترة دخول اللاجئين لألمانيا وخوفهم من حصول تغيير ديمغرافي وكترة الجرائم أيضا للأجانب إضافة أيضا إلى الغلاء التضخم أيضا مساعدات جوب سنتر ويقولون بأن الحكومة تهتم فقط بالعاطلين عن العمل ولا تهتم مثلا بالطبقة العاملة وأيضا طول الحرب وخوف سكان شرق ألمانيا من أن الأمور تتطور وتنشب حرب كبيرة بين روسيا وبين ألمانيا أسئلة كثيرة يعاني منها وتزعج سكان شرق ألمانيا خصوصا أيضا الشباب الذين صوتوا أيضا بكترة على حزب البديل هذه الأمور هناك قلق سياسي كبير بأن تمتد وتمتد هذه الأمور وتدخل أيضا إلى غرب ألمانيا الآن أمام الحكومة الألمانية السنة واحدة قبل انتخابات ألفين وخمسة وعشرين كي تحاول حل بعض المشاكل المستشار السابق لألمانيا جيرهاد شخودا من حزب اسبيدي الاشتراكي الذي حكم ألمانيا أعوام ألف وتسعمائة وتمانية وتسعون إلى ألفين وخمسة وصف نتائج حزب اسبيدي الاشتراكي الحاكم الذي ينتمي له مستشار ألمانيا أولف شولز وصف نتائج هذا الحزب في ولاية تورينغن وولاية زاكسن بالنتائج الكارتية وألقى اللومة جزئيا على سياسة حزب اسبيدي الاشتراكي اتجاه روسيا وانتقد جيرهاد شخودا مصطلح نقطة التحول التي اعتمدها حزب اسبيدي الاشتراكي ومستشار ألمانيا أولف شولز في علاقته مع روسيا معتبرا بأن قطع العلاقة بهذا الشكل مع روسيا كان خطأا حسب رأي جيرهاد شخودا خصوصا بالنسبة لسكان شرق ألمانيا ودع المستشار السابق لألمانيا جيرهاد شخودا الحكومة الألمانية إلى القيام بالمبادرة الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا مشيرا إلى أن حزب اسبيدي الاشتراكي يجب أن يركز على المفاوضات بدلا من الاعتماد على تسليم الأسلحة لأوكرانيا كما وصف ورغم انتقاد جيرهاد شخودا للهجوم الروسي على أوكرانيا يظل شخودا محتفظا بعلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سألني بعض الأصدقاء متابعي القناة الكرام بكل سرور هل فعلا هل فعلا ألمانيا وصفت الوضع والانتخابات بالزلزال السياسي نعم أصدقائي بكل سرور سوف أجيبكم نعم وصفته بزلزال سياسي زلزال سياسي باللغة الألمانية اسمه بوليت بيبن اكتبوا فقط هذه الكلمة بوليت بيبن في جوجل وستأتيكم مقالات متعددة لأكبر الصحف الألمانية والقنوات التلفزيونية يصفون الوضع أيضا بالزلزال السياسي مثلا جريدة تاقس شبيغل كما تلاحظون في عنوانها كتبت زلزال سياسي في شرق البلاد هل حان الوقت للتغيير السياسي وبدلا من حكومة إشارة المرور التوجه إلى حكومة كبرى تجمع بين اسبيد الاشتراكي وحزب كما تلاحظون كتبت كلمة بوليت بيبن زلزال سياسي أيضا الجريدة جريدة دوتش فيلي أصدقائي وهي معروفة جدا ناقشت الوضع وعنونت مقالة يعني بالزلزال السياسي في ألمانيا وسيطرت حزب البديل ونمو حزب البديل وحزب بي اس في شرق ألمانيا وتداعيته على البلاد أيضا القناة التانية العمومية الألمانية بفيديو على اليوتيوب قناة صدف استضافت خبراء وكتبت أيضا بعنوانها أن ما حصل في ألمانيا هو زلزال سياسي أصدقائي إذن الكل يراه زلزال سياسيا أصدقائي فهو زلزال سياسي كبير جدا وستكون له تداعيات كبيرة لأنه أيضا ألمانيا الآن تكلمت عنها صحف عالمية كبيرة مثلها نيويورك تايم صحف فرنسية بريطانية يابانية كل قلق من نمو اليمين المتشدد في ألمانيا خصوصا أنه ذكريات الحرب العالمية التانية والقلق أيضا بالنسبة للاقتصاد الألماني من تظاهوره عندما ينمو وينمو اليمين المتشدد وهذا خطر على صورة ألمانيا البلد المتسامح المحب للسلام بأنه هناك أحزاب يمينية متشددة تنمو فكل ما أنقله لكم هنا حقائق وواقع لأنه أصدقائك كما تعرفون عندي دراية سياسية كبيرة جدا بالواقع الألماني بدأت تتعالى الأصوات بضرورة اتخاذ حزب الاشتراكي بعد النتائج الكارتية في شرق ألمانيا لخطوة مماثلة مثل ما قامت وما حصل في أمريكا في مقالة نشرت بالقناة الإخبارية الألمانية تساءل الصحفي هناك بمقالة وقال هل أولاف شولتس هو جو بايدن لألمانيا ولحزب الاشتراكي وقال بأن أمريكا لاحظوا بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما لاحظوا بأن شعبيته بدأت تضعف وأنه إذا دخل الانتخابات أمام دونالد ترامب سيخسر الحزب الديمقراطي قالوا بأن الحزب تدارك الأمر وعين بسرعة كامالا هاريس كي تكون هي مرشحة الحزب وهذا الأمر كان له تأثير كبير على الناخب الأمريكي والآن هناك فرص كامالا هاريس كبيرة أمام دونالد ترامب وقالوا لماذا لا يقوم حزب اسبيدن الشراكي بنفس الخطوة وقال الصحفي بأنه لو دخل حزب اسبيدن الشراكي إلى الانتخابات بعام 2025 مع أولف شولت ستكون نتائج كارتية لحزب اسبيدن الشراكي الذي يمكن أن يخسر ويحصل على نتائج لم يحصلها في تاريخ الانتخابات في ألمانيا وقال الصحفي الوضع المزري للحزب الاشتراكي اسبيدي عليه الآن أن يفكر بهذا الأمر وقال حزب اسبيد الاشتراكي تعرض لخسائر كبيرة في الانتخابات في ولايتي زاكسن وتورينغن واعتبر الصحفي بأن أولف شولتس مستشار ألمانيا مسؤول بشكل كبير على هذه النتائج الكارتية إذ ينظر إليه على أنه زعيم كما وصفه بأنه عدد كبير من الناس ينظرون له كأنه زعيم ضعيف وغير قادر على قيادة البلاد مما أدى إلى فقدان التقتيبه وقال بدأت الأصوات والنقاشات داخل حزب اسبيد الاشتراكي تطالب بعدم ترشح أولف شولتس مجددا لانتخابات 2025 وأن يخطو حزب اسبيد الاشتراكي نفس خطوة الحزب الجمهوري في أمريكا الذي غير المرشح من جو بايدن إلى كامالا هاريس وإلا ستكون نتائج كارتية وعرض الصحفي ثلاثة مرشحين يمكنهم أن ينقضوا حزب اسبيد الاشتراكي من كارتة كبرى قال يمكن لحزب اسبيد الاشتراكي أن يرشح الانتخابات 2025 بوغيس بيستوغيوس وهو وزير الدفاع قال بأنه شخصية محبوبة عند الشعب الألماني لكن هو ليست له علاقة قوية جدا مع بعض أعضاء حزب اسبيد الاشتراكي وهذا الأمر هي النقطة السلبية الوحيدة لذلك لكن قالوا بأنه محبوب جدا عند الشعب الألماني الشخصية التانية التي اقترحوها هو رئيس وزارة ولاية نيدازاكسن شتيفان شخصية محبوبة يحكم ولاية نيدازاكسن منذ مدة طويلة ويقوم بعمل جيد لكن هل سيتم تقبله على صعيد كل ألمانيا وهذا الأمر غير معرف المرشح الثالث الذي فعلا لديه فرص كبير جدا بأن يزيد من شعبية حزب اسبيد الاشتراكي وهو الرئيس التاني للحزب لارس كلينجبايل شاب طموح مجتهد وله كاريزما قوية بالحوار والإقناع في نظري وفي نظر مجموعة كبيرة من السياسيين لو تم ترشيحه بانتخابات 2025 يمكن فعلا أن يحقق حزب اسبيد الاشتراكي نتائج قوية بانتخابات 2025 حاليا جاء الرد من عند رئيسة حزب اسبيد الاشتراكي زاسكيا اسكن التي أكدت تمسكها الكامل بمستشار ألمانيا أولف شولز وقالت زاسكيا اسكن أولف شولز هو مستشار الألماني وقالت بأنه هو المستشار وسيبقى المستشار وسوف ينال تقة الحزب بانتخابات 2025 ومعه سوف يدخلون إلى انتخابات 2025 ووصفته بأنه مستشار قوي وسوف يكون أيضا مرشحا قويا في نظر زاسكيا اسكن لانتخابات البرلمان الألماني بعام 2025 سؤال أصدقائي ماذا ينقص أولف شولز ولماذا شعبيته نقصت رغم أنه شخصية طيبة وشخصية محبوبة لكن لماذا في نظركم زادت يعني نقصت شعبيته ماذا يجب عليه أن يفعل أم أنه هذا هو مصير يعني أصحاب الشخصية الطيبة دائما يتم انتقادهم ويتم الركوب عليهم أم أنه فعلا عمل بعض الأخطاء السياسية التي جعلت شعبية حزب اسبيدل اشتراكي وشعبيته تنزل في ألمانيا هل تظنون بأنه فعلا من الجيد بأن يقوم حزب اسبيدل اشتراكي على الأقل بانتخابات 2025 بالدخول بمرشح جديد مثلا بمرشح لارس رئيس الثاني لحزب اسبيدل الاشتراكي هل يمكن أن يكون هذا الأمر جيدا لأنه هذا الأمر عملته أمريكا جو بايدن عرفوا بأنه سيخسر الانتخابات ودخلوا الآن بكامالا هاريس هل اسبيدل الاشتراكي أيضا يجب عليه أن يعمل نفس الخطوة ويدخل بمرشح آخر شخصية جديدة وجه جديد لانتخابات 2025 أم أنكم تظنون يجب أن يتمسكوا بأولف شولتز ويتقون فيه ويدعمونه أكثر فأكثر كانت هذه جولة دقيقة وتحليل سياسي للأوضاع في ألمانيا كي تتوصلوا دائما بالجديد اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء